أولا فسنا نفهمه بأنه بالأرقام السعر ديال البرميل على الصعيد الدولي اليوم ره ره رجع للمشتوى اللي قبل من حرب أوكرانيا أي بعبارة أخرى إلى وخبقي نغي في ذلك المنطق ديال ما يقوله لنا أرباب العمال ديال الشركات ديال المحروفات خص اليوم السعر يرجع للمشتوى اللي كان عليه أي كان في المشتوى عشر درهم عشر درهم ونصف إذا ما في اليوم يمكننا نعتبره بأنه كين أربعة خمسة ديال الدرهم اللي ديجا هي يمكننا نعتبرها أرباح فاحشة بالمفهوم ديال السبع طبش المليار ديال 2018 أي أننا اليوم قلت اليوم إحنا كان إحنا سبكتاتور كان تفرجوا على مأساس إذن شنو هو المشكل شنو في الحقيقة المشكل شنو المسؤولية نكونوا واضحين لأنه بكل صراحة المعطيات العقلانية كلها كتبين بأنه هذه المستوى للأسعار غير مقبول وغير معقول بأنه كين تداروا بالمصالح تداروا بالمصالح لكيجعل أنه مفروض على الاقتصاد بشغل الشعب المغربي من ناحية الاجتماعية الاقتصاد لا ننسوا بأنه البنزين بأنه الفيول بأنه رأيها مدخل مادة أساسية لصناعة للفلاحة لقطاعات إذن الاقتصاد المغربي المجتمع المغربي اليوم يعاني من هذا الوضع الغير مقبول فإذن خصنا نعرف بأنه اليوم ببساطة الجميع خطوا يعرف بأنه مين مثلا كان نطلبه إعادة تنشيط لسامير هذا ليس غير لأنه لسامير رأيها معلمة أو شركة وطنية رأيها لأنها آدات لهم عملية لا بالنسبة للقيمة المضافة الداخلية وما تبعها من قيمة مضافة من تشغيل من تروى وطنية من جهة ولكن أيضا لسامير رأيها آدات لحل المشكل دبا هو الحكومة كيبغيوا يفسروننا بيقنعوا الناس بأنه رأيها مشكل جزء من المشكل ولكن بلا ما يفسروننا لمسا علاش دبا عندك من جهة خبراء خبراء في الميدان ديال الطاقة اللي كيعطيوا بالبرهان بالأرقام بالوقائع وتيبينوا بأنها لسامير هي جزء جزء مهم من الحل أي من الخفاض ديال الأسعار وفي المقابل عندنا حكومة لا تفسروا شيء لا تتحاول لا تعتمد تعتمد واش الوزيرة كتجي لبرلا ما نسخلك بأنها لسامير ما هي الحل الوفسر نعلاج يكون حوار وطني مفتوح مع خبراء جيب لي الأرقام ديالك ونجيب الأرقام ديالك ونجيب لي الموقائع ونجيب الوقائع هذا اللي كلمة طلبنا منهم مثلا يعطيوني البنية ديال الأسعار الوزير الأول اللي كنجي لبرلا يماني يقول له ما يقدر الأسعار ديالهم راها معقولة وهي الأسعار ديال واش هذا معقول هذا كلام ديال موزير ديال رئيس حكومة يعطينا البرهان يعطينا البنية ديال الأسعار ونحن المواطني مستعدين وقاد الدين باش يفهموا ويحكموا بصفة معقولة إذن الخلاصة شنو هي الخلاصة هي أننا بكل صدق بلا ما تزايدوا على هذا احنا فيه غير طبيعي حكومة اللي هي في الحقيقة حكومة ديال تدارب المصالح تدارب المصالح هي هنا ماشي باش تنهج سياسات اللي في خدمة المواطنين ولكن ماشي تخدي خدمة مصالح معينة اللي ديال اللوبيات اللي كتتحكم فيها فإذن أنا أنا كنقول وبلا مبالغة أيضا كنتعرفوا بأنه في في الطبيب مثلا سيقولوا طبيب سيقولوا الطبيب اللي مثلا صافوا واحد واحد الإنسان في مريض في خطر راه كان مشكل عنده مسؤولية ديال إلا ما ساعدوش عنده مسؤولية ديال عدم مساعدة شخص في خطر أنا كنقول بأنه الوضع اليوم هو إحنا أمام حكومة حكومة مسؤولة كنا نقولوا مسؤولة عن عدم مساعدة سكان شعب في خطر لساميل هي مصفة هذا شك يعني يعني أنها أولا كنت تستوض المادة الخام وكتحولها وكتسوقها من وقفت لساميل هذا شك يعني أولا أول شي هو أننا المجزعين اليوم كيتوجه للسوق الدولية ديال المواد المصفات ماشي ديال المواد الخام والجميع تعرف بأن السوق ديال المواد الخام هو قل من طبعا طبعا من المواد الخام مشي غير قل حسنا نعرف أيضا بأن السوق ديال المواد ديال النفط المصفات هو في الحقيقة الرابح الأول ديال الارتفاع الرابح الأول ديال المواد الخام أي الاحتكار والتلاعبات والارتفاع الأسعار أكبر في هذا السوق ملزمين لأن ما قدش عندنا مصفات ديال يمكننا نقول لكم هدو من بعض الأشياء اللي موكي بغيش يقولوا هنك تعرفوا بأن الرابح الأول ديال الارتفاع الأسعار السعي الدولي راح قبل من اللي يكونوا الدول المنتجة والمصدرة ديال الخام راح هم الوحدات ديال التصفية اللي خافين غيش اللي كانين على في أوروبا ولا في أمريكا الاخرين راح تكون تعرفوا بأن ودك لا مغش ديال اللي كانت غير هذي خمشور أو ستشور كانت بين عشرة عشرين دولار شنو رجعت دابراها في المستوى ديال ستين سبعين دولار أي أنها تميتي بلات بارت لاتة واذا وهذا هو اللي كان نحنا كان عانيوا منه دابا ماشي كان عانيوا بأن السعر ديال الخام ارتفاع فوق مئة دولار كان عانيوا لأن ما عندناش المصفات ديال ديال سامير وبي ما أننا ما عندناش المصفات كنمشور السوق ديال المواد المصفات اللي الهامش ديال هارتفاع بصيفة موهويلة هاتشي قلو راش نبيي لكم بأنه المشكل ديال عادم وجود المصفات ديال ما نزيدو العامل الآخر اللي طبعا هو مهم هو أن أن قصنا نعرفه بأنه ولو أننا نطلقو غير من السعر اللي داخل اللي المغرب هوا وصل المغرب ما كان عارفوش ما كينش شفافية ما كان عارفو أي شيء على البنية ديال السعر الداخل كيف تيجي من من الخارج وكي يدخل المغرب وكي يصل وكي يصل في واحد المستوى ديال البومبة ديال الليسانس ما كان عارفوش داك الهامش هذا شنوية البنية دياله ما كان عارفوش إذن شحال ما هو لأنه كين أشياء موضوعية كين تسيب كين النقل كين تأمين هاتش كله موضوعي ولا كينو هاتش ممكن يفسر خمسة ستة ديال الدراهم ديال الفرق إذن خسنا نفهمو إلا بغاو المسؤولين إلا بغاو أصحاب الشركات حقيقا تكون عندهم واحد لأحد الأدنى ديال المصداقية فيما يقولونه على الأقل على الأقل أضعف الإيمان يكونوا شفافين ويحطوا الأرقام هادو موضوعي القضية هادو ماشي أرقام ماشي معلومات خاصة ديغت تقول بأنه آه هادو أشياء خاصة ما هادي معلومة مو عمومية علاش لأنه لأن الدولة الدولة رابو أخر أنه كانت تحرير ديال ديال أسعار جل أسعار ديال البنزيل أخيرا ما نساوش بأنه السعر ديال القاز البوتان رامزان مدعم إذن كلمة العمومية مين تيقولون مثلاً دابا البوتان كتعود 140 درهم وإحنا كان بيعوها لكم 40 شكولي أخوي فسر لي فسر لي وضح لي شكولي ما قال لك بأنه 140 وضح لي 140 شنو هي كيف نهيت إذن كتشوفوا بأنه كيف أن اللا شفافية طبعاً كتغطي كتغطي على التجاوزات ماذا؟ الفاضيعة